بهذا الحادث الذي جرى في بحر إيجا هو من تداعيات التوتر في العلاقات التركية الروسية بعد إسقاط تركيا لطائرة سوخوي في الأجواء السورية منطقة بحر إيجا منطقة صالحة للتوتر باستمرار كونها جزر متداخلة وتضيع المياه الإقليمية التركية مع اليونانية كون الجزر قريبة لبعضها البعض لا يمكن اعتماد معيار 20 كم مياه إقليمية بين جزيرة وأخرى لأن هناك جزر المسافة بينها أقل من 20 كم وحدها تركيا والأخرى يونانية وهناك ألاف الجزر وليس عشرات ألاف الجزر في هذا البحر لذلك هذه هي مشكلة في المياه الإقليمية وفي الأجواء الإقليمية أيضا هناك خروقات جوية تركية للمجال الجو اليوناني وخروقات يونانية للمجال الجو التركي منذ زمن طويل لكن بما أن البلدين عضوان في الناتو في حلف الأطلسي كانت هذه الأمور لا تأخذ أهمية كبرى اليوم بعد الأزمة بين تركيا وروسيا ويبدو أن اليونان هي إلى جانب روسيا في هذه الأزمة فنعكس ذلك على بحر إيجا ومن الممكن أن يكون هذا البحر مرشحا لمشاكل عديدة أما في أجواء الإقليمية أو في المياه بين الجزر طيب الوزارة سيادة العميد الوزارة الدفاع الروسية طبعا أضفت أن السفينة تركية تجاهلت جميع المحاولات الروسية للاتصال بها ما سبب هذا التجاهل؟ كونها تعتبر أن أبحارها هو حق لها لذلك لم ترد السفينة التركية ولا تصدف أن تكون سفينة صيد وليس مركبا عسكريا كان يرد على النار بالمثل ونصل إلى مواجهة أكبر يعني يعتبر أنه لا حق لهذا الزورق أو لهذه السفينة بأن ترسل له انذارات يعني هناك خلاف حول موقع كل مركب التركي يعتبر نفسه ربما لم يصدر شيء عن تركيا ربما التركي يعتبر نفسه في مياه إقليمية أو مياه دولية ولذلك لم يأبه للإشارات الإنذار باللاسلكي أو بالقنابل المضيئة البدعرف عليها في البحرية عندما أطلقت النار أحس بجدية الموضوع تبتعد المسافة المطلوبة عن السفينة الحربية الروسية على خلفية هذا الحادث سيادة العميد تم استدعاء الملحق العسكري التركي في موسكو في هكذا حالات ما الذي يمكن أن تتم مناقشته في مثل هكذا حوادث ما الذي يمكن أن يترتب عنه أتصور السيناريو هو أن نائب وزير الدفاع الروسي يقول للملحق العسكري أن هذه السفينة حربية وأن اقتراب أي مركب إلى نحو 500 متر من السفينة الحربية يعتبر بمثابة نية اعتداء على هذه السفينة ولا الحق بأن تتصدى له إذا لم يمتثل للإشارات اللاسلكية أو الهاتفية أو الإشارات المتعرف عليها دوليا في الملاحة الدولية لماذا مركبكم لم يمتثل حتى الترين على أطلاق النار عليه ربما في المرة القادمة قد يطلق توربيض عليه ويغرق المركب يعني هذه أمور يجب أن تعالج بين القيارتين والعسكريتين لنزع الشكوك المتبادلة في هذه المياه المتقاربة ببعضها البعض بين اليونان والتركيا ترجمة نانسي قنقر